موسيقى لما الطريقة السياسية ما نجحتش ما بش يكون الطريقة انتع إعادة الاستقلال بالمقاومة المسلحة وهكذا تقرر إنشاء لجنة خاصة المنظمة الخاصة اللي أسست من أجل تحضير المناظلين للكفاح المسلح من سبعة وربعين بدأت تنشط وتوسعت في كل التوراب الجزائري عناصر انتع المنظمة السرية اللي كانوا متوقفوش اللي كانوا عايشين في سرية في كثير من إنحال الوطن في الغرب وفي البلاد القبائل وفي الأوراس هذوك عودوا تلاقاوا في مارس الخمسين بشي أسوا اللجنة الثورية للوحدة والعمل حاولوا من خلال هذه الهيئة هذا اللجنة يحاولوا الصلح ما بين الميصاليين والمركزيين ويتافقوا في ثلاثة على تحضير عمل انتع استرجاع السيادة الوطنية عن طريق الكيفاح ما سمعوا لهمش إذن قرروا في اجتماع آخر ما يسمى اجتماع الثنين وعشرين باش يحلوا هذك اللجنة الثورية ويأسوا هيئة جديدة وفضلوا لاني فوضوا خمسة من الستة من الإخوان اللجنة اللي حضروا في الاجتماع هذا الثنين وعشرين فوضوا لهم باش هما يجتمعوا ويحدوا الخطة لتتبع في المستقبل الشي اللي يوقع في ثلاثة وعشرين اكتوبر هذوك الستة اللي معروفين بن بولعيد كريم بالقاسم بيطاط بن مهيدي بوظياف وديدوش موراد هذوك ستة قروا تأسيس جبهة التحرير وقروا أيضا بالليل اندلاع الثورة المسلحة هيكون في أول نوفمبر 54 كانت ضربة ضربة قاسية في أول نوفمبر لأن في وقت واحد في كل التراب الوطني وقعت عماليات من بعد حزب كل منطقة هي والوسائل والأهداف تحها ما توقفش هذه فرنسا كانت تطمع باللي هذا كما قال كما قال فرنسوان ميتيران كان وزير الداخلية قال ستان فو دي باي كيف ستاندر رابيدمو يعني هذي نار انتع تبن اللوك تطفى ما تطفعتش توسعت بالعكس توسعت وصلت في من جيها فرنسا تبعث في الدعم انتع العتاد والعساكر والوحدات والأجهزة والطائرات وكل ما يصلح يعني لخدمة الحرب لصالحها لفائدتها ومن جيه آخرى لجيبها ثاني جيش التحرير الوطني بدأ يتوسع بالانخيرات منتع منعضلين وجونود جدد وتكوينهم وتدريبهم وتسليحهم والعملية ما حبستش راحت تمشي إلى نهايتها لمالك ولا بوسوف يمد يساند الثورة بالتكوين منتع الشباب الشباب المثقف يعني كانوا قاع ليجاو هذوك الشبان ليجاو المغرب ولا التونس باش يدخلوا الجيش كثير منهم حقيقة البس الزي العسكري ورفض السلاح ودخل ولكن بوسوف فكر قال يودي احنا يخصنا ثانين نستعملوا هذا الشباب بطريقة آخرى ما يخصناش الرجال اللي يحملوا السلاح ركاين الشعب اللي يرفض السلاح هذو إذا عندهم الذكاء نخدموه ونطورو الذكاء نتحم لغاية إضافية هذه الغاية الإضافية هي كما قلت لترانسميسيون تكون في ضرف خمس سنوات تكونت 850 إطار نتا ترانسميسيون 850 كادر دي ترانسميسيون كي يعني اللي كانوا في نفس المستوى كما لزاجون الترانسميسيون تا فرنسا كانوا يصنتوا لهم وينقلوا الشي اللي يقولوا ويفكوا الشفران تاهم وهذه كلها كانت تستعمل لغاية عسكرية وإلا سياسية كانوا أيضا في اللوجستيك بوسوف شبان هادوك جاب جماعة ثانية عدد كبير من شبان جزائري اللي كانوا يخضروا في المصانع الميكانيكية والميتالورجيكية في أوروبا استطلتم كما تستعمل لغاية عسكرية فرنسا كانوا يخضروا لغاية عسكرية إيفيان المالك هي اللي حضرت الميلف الأساسي تاعم المفاوضات في دومان البترول في ميدان البترول وفي ميدان العسكري لأن ما كاش مني أعرف الوضع الجيش الفرنسي في الجزائر كما المالك